بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث في باب الحيض سؤال ما الذي يحل ويحرم ويجب ويسقط بالحيض هناك عدة أمور الأول الغسل يجب على المرأة الغسل بانكطاع دم الحيض لقول الله عز وجل فإذا تطهرنا أي إذا اغتسلنا فدل على أن الاقتسال إنما يكون بعد انكطاع دم الحيض وأيضا يدل على وجوب الاقتسال أو الغسل على من انكطاع دم الحيض منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أم كثي قدر الأيام التي كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فدل ذلك على وجوب الاقتسال الأمر الثاني أن المرأة لا تصوم إذا حاضت فإنها لا تصوم ولا يجب عليه الصوم ولا يصح منها وتقضي من أيام أخر بعد انتهاء الشهر الصوم فتقضي تلك الأيام وهي طاهرة والقضاء هنا لأن الخطاب لم يرتفع خطاب الأمر بالصوم لم يرتفع عنها فلابد أن تأتي بالصوم والأمر الثالث أنها لا تصلي ولا تصح منها الصلاة لو فعلت ولا تقضي الصلاة لأن الخطاب ارتفع عنها وهي حائض فلا تصلي خطاب الأمر بالصلاة ارتفع عنها فلا تصلي وليس عليها قضاء والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء عن نقصان الدين فقال صلى الله عليه وسلم أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان الدين وأيضا يستدل على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وقد استنبط بعض العلماء حكمة أو حكم في في هذا فقالوا إن الصوم لا يأتي إلا مرة واحدة في السنة والصلاة تتكرر كثيرا فإجاب أو القضاء إجاب القضاء عليها أسهل بخلاف إجاب الصلاة إجاب قضاء الصلاة عليها لأن ذلك فيه فيه مشقة الأمر الرابع إذا صامت أو 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 صلت وهي حائض فإن ذلك لا يصح لا يصح منها إذا صامت المرأة وهي حائض أو صامت أو صلت وهي حائض فإن ذلك لا يصح ولا تبرأ ذمتها بالصيام الذي صامته وهي حائض فإنه لا يصح منها ذلك الأمر الخامس أن الحائض يمنع المرأة من الاعتكاف في المسجد لأن الحائض ممنوع أن تبقى في المسجد والاعتكاف ركنه هو البقاء في المسجد ثم إنه لا يصح منها الاعتكاف إذا اعتكفت وهي حائض فإن من مبطلات الاعتكاف هو وجود الحائض الأمر السادس أنه يحرم وطأها في الفرج يحرم على الزوج أن يطأها في فرجها ويحرم بدليل قوله قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر وقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي يمكن للمر أن يباشر زوجته إلا أن يطأها في الفرج فإن وطأها في الفرج فقيل يجب عليه دينارا أو نصف الدينار كفارة لهذا الفعل وهذا أيضا فيه ضرر صحي كما أثبت الأطباء ذلك وهل على المرأة كفارة قالوا لا كفارة لا كفارة عليها سؤال هل يجوز الاستمتاع بالحيض فيما دون الفرج يجوز أن يستمتع الرجل من الحيض بما دون الفرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك فكان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر فيباشرها وهي حيض ولما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا النكاح فإذا استمتع منها بما دون الفرج فلا يجب عليه الغسل إلا أن ينزل الأمر السابع هو الطلاق طلاق الحائض محرم ولا يجوز أن يوقع عليها الطلاق وهي حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فغضب الرسول سلام وأمره أن يراجعها فطلاق الحائض محرم ولا يجوز ويستمر ويستمر التحريم إلى أن ينقطع الدم وإن لم تغتسل لأن النبي صلى الله قال ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا لكن هل يقع عليها الطلاق اختلف الفقهاء والذي يترجح والله علم أنه يقع الطلاق لكنه يحرم إقاع في هذا الوقت المحرم وهذا يسمى وقت البدعة الثامن مما يمنع الحيض يمنع الحيض من مس المصحف لقوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون أيضا إذن قطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق أيضا مما يباح إذن قطع الدم ولم تغتسل الصيام والطلاق أما غيرها فلا فلا يباح للمرأة فإذن قطع الدم ولم تغتسل فإنها تعقض الصوم والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جميع غير احتلام في رمضان ثم يصوم وكذلك الطلاق أن الطلاق يقع والدليل على ذلك جواز الطلاق بعد انقطاع الدم قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا والمرأة تطهر بانقطاع الدم فأنقيل هل يجوز الجماع بعد انقطاع الدم وقبل الاقتسال فالجواب لا يجوز إلا بعد أن يتطهر أن تتطهر من بعد انقطاع الدم تتطهر من هذا الدم لقوله سبحانه وتعالى ولا تقربهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله هذا والله أعلم ترجمة نانسي قنقر